خير كيفك الحمد لله ليش معك ألم اليوم وألم بلى ورقة ما خص الورقة ما درست مريم البسان أذا بتد مخرج نزل بموسيقى حزينة وصور للمريم البسان طب ليه بالقلم نكتبه وبالقلم غدوة سواعدنا في قمة الجبال أوليس من كبت كتب عن الفدوكسي أنه فدوكساً وغد حقيراً أبن الشيء معلسين إحنا لما نكتب مثل أستاذ مريم نقزي هيدا سلاح يا أخداليو نقز بالألم بلبنان أول شو ما كتبت بتفرم صالواحد يعني قبل ما يعمل حسابي أسلاح ويقول شيء بلبنان بيعمل حسابي ألم مريم البسان قديرة تلسع تلسع مثل الدبوس تلسع ألم هلأ بعرفت شبال الفايد يعني بس أنه مفروض أنه مدرسة نحن الألم حق مصاري وكتير صار غالي على الجديد فيه دودو يا كبيري شو فيه؟ فيه دودو يا دودو أنا أي دودو فيهن؟ اتنيناتقن قصطة وغالية واتنيناتقن أزا انزلتوا على الألب مثل المرهم حقيقاً حقيقاً يعني أبعد بلد بالسعادة متأخر طلعت أفغانستان الأولى ونحن الثانيين وأصلاً أنا بدي أقول شغلية الشعب اللبناني يكون عارفها أفغانستان رشو الحكام متن ما عما بقولكم نحن فتنا بكمبيتشان وأفغانستان رشو الحكام عنشان هني يطلعوا بمرتبة الأولى عاب عليهم هدا شيء اسبه شايم أونيو صح صح يعني أخاة داليا معيار السعادة تبعنا مختلف عن معيار السعادة بكل البناء أدمين بكل البناء أدمين على الكوكب السعادة عندنا هي بتشي مثلاً إذا أشت الكهرباء ثلاث ساعات بالنهار بتشي الماء أربع ساعات تتلاقي أكل نعيش تتاني يوم يعني الأشياء اللي بتسعد اللبناني حقيقةً هي سايم سايم الأشياء اللي بتسعد الكلاب والبسينات الأليفي بالبيوت يأكل ينام يعمل كاكا وحدا يلحمس له هاللبناني حقيقةً مي وقهرباء وأكل ونام هلأ نحن نفس الشيء مي وقهرباء وأكل ونام بس السياسين يعني صاري صاري على أنه أصدق أنه بخوزق فينا السياسين يعني ما بتقطع هيدي ما بتقطع الهواء بقوله قد ولا حتى على مسؤولية قرمة ولا على مسؤولية البيكبور ولا حدا ولا حدا بالزبط السعادة الحائية يا أخة الداليا هي لما تحقق أحلامك يا كبير وتمارس مواهبك وتسافر وتتعرف على شعوب وبلاد وحضرات مش تاعد تشرب فنجان شاي كل نهاره عم بتنقق شاي ممريحة كلسات مش تلطر الدولار ينزل لتغير جلدة الحنفي ولا تغير السجادة الملطوشة بفحمة على الأرض هاي دي أصبع عيشة عو عو نحنا لازم نشترك بمساعدة أسعد حديقة حيوانات مش أسعد بلدان يا بني قدمين بعدان لاش لبنان بعده بقلبه لبنانيين فين أفهم؟ ليه؟ وخداليا الشعب اللبناني كله صارت بضباي بحيات خيالة اختراع بضباي صارت قبل كان كل عيلة لبنانية عنده مخترب يا أخوان بالخليج اليان صار كل عيلة لبنانية عيشة بضباي وعنده مخترب عيش بلبنان تبعت له متان دولار كل شهر اه والله هيقصر الوضع اذا بتمشي بشوالع دباي او الرياض بتفكر حالك بالحمرة نقلنا بيروت بتل ما هي على الخليج بلا ما ننتبه شغلنا صار بضباي اجتماعاتنا بضباي عطلتنا بضباي انا حقيقة بقترح عنا مثلا يكون في وزير لبناني بالامارات لانه هلأ اذا بتعمل احصاء لعدد الشعب اللبناني فاق لازم تبلش العد من دباي ورياض والباقيين بيكونوا ببيروت بتبلش عد من فاق والباقيين الاقليات بيكونوا ببيروت وعالفكرة مش محبة الباقيين قاعدين باللبنان لانه بعده ما طلع باسبور ليهاجروا يلينا من العامية بعد فترة طويلة يعني فكرك انت انه منعوا الباسبورات كل مال ضغط الطلبات مثلا انه هالافلام انسي الموضوع زي شايز فاقمشت بلشت انسي منعوا الباسبورات لانه اذا منكمل هجرة منكون من هان لاخر السنة الجاي منسير كل لبنان زي برمانا وعلي يعني مصي وفاضي منيجي على بالصيفية من شم الهوى ومنقل حلو ومشاوي وهي دا لبنان وهك صار أوتال مهجور تانكيو للسياسيين يا ولاد القليلة عليكم وبالختام طلب من حاكم دبي سمو الشاخ طال عمرك طلب من شب لبناني مواطن طماح وطمحاته دعسينا بالسلماء يا سمو الأمير طال عمرك كمل شميلك معنا وعمر لك لبنان هيك صغير عندك بدبي هيك ابو شقفة ارض يعني صحرة وانت أصلا العمر معك بياخد ثلاث أربعة أيام هي كلها شق في لبنان وعرفت شو بتاخد معك شوية وقت وشوية دولات بتعمرها ويطع كل اللبنانيين يعيشوا فاق باللبنان ويسير في لبنان صغير فاق وريحونا هاق بنكون عملنا صالد على آخر كم لبنان يعيشين ببيروت وبلال بلد كله سوا بكل الأحوال أبو طلال طلبك ممكن يلاقي صدا هلا ممكن آخر طنهار بما أنك عمت عم تطلب فيزا الإمارات فعليا عم تعطي الإقامة الذهبية فممكن ممكن تحصل على الإقامة الذهبية ما حدا بيعرف I swear to God ايوه شو بتعمل تعافي إذا باخد فيزا ذهبية أنا بوقف على برس خليفة لا بس لحظة إذا أنت رحت يا أبو طلال إحنا كيف بنا نستغنى عنك لا ما نبسي بطلع سكايبوس من هناك بتطلع شو هو سكايبوس إحنا بس صدقيني إذا باخد فيزا ذهبية لو قف على برس طباي وقلهم للبنانيين كلهم السياسيين مش الشعب عشان الشعب طيب مثل السياسيين قلهم أم يور فيز ام يور فيز كمال تكون ام يور فيز كمال تكون يا أخي أخدناها من أربعة زوايا معي عشان أحوال حضر ضايع أم يور فيز آه يعني انتشروا اللبنانيين واللبناني جلجاء يعني وان بيرتح بيطنبز عليه خب يععد خلاص ببلد مش انه والله طلع الزيالة ويرجع بلعبها هاي وشو يا سياحة ما سياحة بيطلع بيقعدوا بيسحب المرأة والولاد والعيل وخالته وامخالته وبيخالته وكله لفاء معاش في إلا أنا حرقة قلب مش طلع لي ولا فيزا على أي بلد مش عارف لا كل ما يشوفوني بيلفضوني شوفوا الخلق بيلفضوني لا طيب ما والله ما بعرفي أبو طلال هنه أنا شو بيفرق عنك؟ انت بتسافرك كل ESBOC، شو بيفرق عنك أنا؟ ساعر في ساعر لوك في لوك جمال فيه جمال سهافي أحكي لك إنجلش هلأ لأ تعمقات أكثر لا 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 أحكيد إل الإيجلش بس يا ريت يعني أنت المليشنل تبعيتك تلاقي صداها tevekk إذا حضا صديقي ما عش قادر اتحمل طرقوني صحسيح ليوم السحسايح ببير Megan لاي ما أش فينا نقول حضاي Не بعرف معاون أول ولا بعرف ذابط ولا بعرف حدا بالأمن العام بعرفاش حدا ولا رفيقي ولا رفيقه ولا أبدى حدرمه نقولون حباً وعلاصب عيننا صار على الله يحبو الشاكون ما شوف بدلة أمن العام سحسوح عن أبو جنب قول لي أنت صاحب البيك بار وأنا مش صاحب حدا أنا زلمي أهبل أخوات بمشي بالطريب أحكي مع حالي ترقوني مش عارفوا ما أبدأ لقيها مرة الحركة حبونا سفقنا بسفر مرة الأمن العام سحسيح مرة مخابرات الجيش رينجرات جوعا مين بدي أحكي خلاص ما تحكي مع أحده أبو طلال أبو طلال أحسن شي نحكي عن فساد الجديد منا وفينا شو رأيك نعم الحلقة نتكسل الأول بقلم مريم البسام فساد الجديد فقوطن بعضهم طلعوا شراره قرموا مريم أبو طلال